تنتشر الألواح الشمسية على أسطح المباني والمؤسسات والمنازل في غزة وبات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خيار الكثيرين في ظل أزمة التيار الكهربائي التي تعصف بهم منذ 16 سنة وقد زاد الإقبال على هذه الألواح التي تعد من أفضل الخيارات بين مصادر الطاقة التي استخدمها الغزيون طوال تجربتهم مع الانقطاع المتواصل للكهرباء يتوجه المواطنون إلى الطاقة الشمسية كأحد الحلول لمواجهة انقطاع الطيار الكهربائي عن المنازل لفترات زمنية طويلة وبالتالي لا يوجد حلول متاحة حاليا إلا الطاقة الشمسية كحل آمن حل مستدام انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في غزة دعا أصحاب المزارع والمصانع والمحلات التجارية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية والاعتماد عليها بدلا من التيار الاعتيادية الذي عطل نشاطهم الاقتصادية وعرضه لضغوط كبيرة وتعتمد هذه المزرعة لتصدير الفراولة على الطاقة الشمسية لتشغيل سقايتها ما ساعد صاحبها على تقليص تكلفة الكهرباء في ظل انقطاع الطيار الكهربائي عندنا المستمر في قطاع غزة تطرينا أن نعمل طاقة بديلة عندنا لأننا في احتياج اللي هو تكون عندنا كهرباء باستمرار لأننا مزارعين فراولة الفراولة في بداية موسمها أو بداية زرعتها تحتاج كهرباء باستمرار فتطرينا أن نعمل طاقة بديلة حتى تسد احتياجات المزارعين في ظل انقطاع الطيار الكهربائي ما سهل انتشار هذه الألواح في غزة هو أن إسرائيل لم تضع قيودا على دخولها إلى القطاع وزيادة الإقبال عليها لاقى مباركة من شركة الكهرباء التي أكدت أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بات يساهم في توفير الطاقة عن شركة الكهرباء الوحيدة في غزة شركة توزيع الكهرباء تبارك أي جهود خاصة بموضوع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو حتى الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية من شأنها تقليص فجوة العجز المترتب نتيجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة الحاجة للكهرباء لم تجعل سكان غزة يستكينون بل زادتهم إصرارا على تحدي الواقع المريري والبحث عن حلول لتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية باستخدام هذه الألواح الشمسية لقنوات أبو ضبي وليد عبد الرحمن غزة